شن الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية هجوما واسعا استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في مدرية دمت بمحافظة الضالع وأسفر الهجوم عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات وقال مصدر عسكري ميداني أن الجيش هجم مواقع الميليشيات في منطقة محقن والمضراب والعرفاف وصولا إلى الخط العام جنوب مدرية دمت ومنطقة سون والرحبة غرب مريس ذكرت صحيفة وولستريت جورنل أن مسؤولا في البيت الأبيض سافر إلى دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعيا للإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين على الأقل تعتقد واشنطن أن حكومة النظام السوري تحت جيزهما وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض أن كاتش باتل أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض سافر إلى دمشق في وقت سابق من العام